الليه طبعا هنتكلم عن وحدة جديدة من وحدات المجلس مانجر لانه طولنا ما تكلمنا عن الوحدات مشغلنا بموضوع المجلس مانجر والتحديث ومساكن التحديث الكثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المفروض انزل فيديو عن معلومات اللي هو بتاعت الاخفاء كويس لكن قلنا حبا نغير حبة ونزل وحدة وبعد كده نحصل بالفيديو بتاعت المعلومات تاعت الاخفاء كويس الليه طبعا نجد بوحدة جديدة والوحدة دي بمهمتها هي بتحسن الزاكرة العشوائية وبتديك تجربة ممتازة في الهاتف يعني الوحدة دي عنده علاقة شنو بالزاكرة العشوائية او الرام بتخليك افضل تجربة في الهاتف بتاعك او بتديك افضل تجربة في الهاتف بتاعك طبعا الوحدة حنقوش نشوف الموقع بتاع المطور نشوف الوحدة ذاته كلها مرة واحدة كويس طبعا هو بالانجليزي انا عملت له تجربة تجربة بالعربي كويس كويس نمشي بعد كاسمة الوحدة اللي هي كاش ااب كويس لميتر او لميتر حسب الناس البنطق الار الوحدة دي قلية بتعمل شان تساعد قلية الوحدة الاجهزة في ذاكرة الوصول العشوى انها تعمل بشكل افضل كويس وتدي التجربة افضل وطبعا بيساعد في موضوع البطارية برضو كويس هنا طبعا الوصي بتاع الوحدة انها ساعد الوحدة في الذاكرة عشوائية انها افضل وتوفر البطارية مخصصة لتجربة افضل وكده كويس يعني كلام كتير استنادا للنظام الرسمي وتعديلات ملكية البايع المقدمة برضو من وان بلاس للجماعة لدينا وان بلاس وكده كويس يعني في تفاصيل كويس هنا قلية بتعمل كيف الوحدة قلية تقوم بتقليل حد تطبيقات الخلفية لتجنب انقفاض الزاكرة في وقت مبكر جدا يعني التطبيقات الشغالة باورا دي بتحاول شنو تحدي لك من النشاط بتاعها بتخليلك اضاء افضل للزاكرة وايس بعد كده نشوف المتطلبات شنو اول حاجة لازم يكون عندك اندرويد 20.4 قد لحاجة يعني من 20.4 وانت طالع تقوم بعد كده شنو نسبت الوحدة دي كويس طبعا نقوم نعمله بالانجليزي عشان الناس هتجيموا الصفحة بالانجليزي نشوف هنتصرف كيف نرجع بالانجليزي تمام طبعا دي شكل الصفحة هنحقط لك الرابط بتاعها عشان نورد كيف تقدر تنزل وحدة بعد ما تنزل كويس هتلقى هنا مكتوب لي شنو كاش اب ليميتر او ليميتر كويس تضغط عليها عشان نشوف هننزل الوحدة كيف هستهر لك صفحة ثانية كويس هتنزل الى الاسفل هتلقى هنا عندك تلاتة خيارات او ممكن تلقاها مكفولة بالشكل ده كويس تقوم تضغط عليها هتفتح معاك بالشكل ده هتنزل الخيارة الاول اللي هو زيت آي بي اللي هو اسم الوحدة كويس والاصدار بتاعه اللي هو ستة واحد صفر ممكن تعمل لها تضغط عليها طوالي كويس وحديك شنو طوالي انا طبعا نزلتها قال لي طبعا تلاحظ هتديك تنزل داولود كويس لو حبي ترجع الاصدار قديم تخش هنا الخيارة نختلف جاهدة لاتست ننزل كويس نضغط عليه كويس نشوف الاصدارات القديمة او نرجع ورا حبة كويس نجي الصفحة دي اللي هي ريالست هتنزل كويس هتلقي هنا عندك شنو الاصدارات كله اللي انت دايرة من الوحدة دي موجودة اي اصدار انت دايره تضغط على الكلمة تحته دي تمام وتنزل الاصدار اللي انت دايره بس بالطريقة دي كويس دا شكل الصفحة بتاعتنا كويس نرجع لموضوع للجيميل بعد ما انت قمت نزلت الوحدة كويس اللي هي اخر واحدة اللي قلنا قلنا الاصدار 6.10 كويس نمشي بعد كده للمجلس مانجر نعمل لها تنزيل يدوي عادي يعني من غير اي اشكال نضغط هنا على الاضافات كويس طبعا كاللاحظت اني عندي هنا مسبة اللي هي كاش اب ليميتر طبعا اختيار من الزاكرة كالعادة طبعا التثبيت لانه فينا صبعا بيزعلون من التثبيت تضغط هنا بالطرف او لو ضغطتها في النص طوالي من الطرف تعمل فتح هيبل معك تثبيت خلصنا التثبيت نرجع بعد كده نعمل يعادة بتاع التشغيل للجهاز عادي من غير اي مشاكل كده احنا نزلنا الوحدة ووحدة الدشنو بتخلي نتوفر ليك في زاكرة الزاكرة بتاع الرام وحاول بتقلل من التطبيقات في الخلفية وبتديك يعني تجربة افضل للحاتف بتاعك لو الاصدار ضمانة فها معك اللي هو 610 ممكن ترجع الاصدار الاقل منه وشوف الاداء بتاعه كيف طبعا كالعادة ما تنسى الاشتراك في الغناه واللايك ولهان تفاعل زر الاشعارات عشان نصلكم كله جديد وان شاء الله انتظرونا في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته